يعني طب اللي بيعاملوا كافهات دول مش عارفين اللي بيطلعوا رياليتي البرا ما هو بياخد دوله بتطلع فلوس عملة صعبة يعني عن قهوة يا ريس أنا ما بعود ما تزعلش مني أنا بعوض على القهوة بلدي أنا بعود على قهوة بلدي أنا به شاي 2 جنيه譬 Sinne 3 جنيه من 10 أنا بعود على شايه وبلدي وفي بعض الأحيان أقسم بالله عندي جامعة قريرة كافية 5-6 بتعمل شاي كده على نظف ما بعود لا لسه موصلتش لك ي kingdoms يعني غرزة يعني لما تقدمه هذه الغرزة لا يؤخذ عنه دولار للرياليتي وامتشف شامل وده كافيه وده كافيه طب انت رأيك الحكومة تبدأ تقفل الكلام ده يعني مش تقفل مش هيقولك ده ضد الاستثمار بس على الاقل مصاروا يا سيدي اعملون يا جماعة يا رجال اعمالي اللي بتستسهلوا عملية استراد هذه البرندات العالمية اعملون كافيه اعملون كافيهاتنا اعملوا ثقافتنا قالوا احنا عندنا في الحسين مش عادة اقول في الشاو ما فيش مشكلة في الشاو ده لا تفضل نجيب محفوظ تكلم عنه صح تمام انما احنا عندنا في الحسين مقاهينة وعندنا الحاجات بتاعتنا اللي بنقعد نلعب عليها طاولة وضم روحوا للمصير ده ده هم بييجوا عندنا عشان يستمتعوا بالقهوا بتاعتنا دي ومحنا نهرب من واقعنا ونروحنا للواقع بتاحهم المزعج اللي فيه تكييف ده للاقعدة في العصاري وانت بتشرب شاي في الحسين او في السيدة او شاي 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 مصبوط يعني تمام يعني مش الشاي ابو 25 جديد في الطريق ابو 25 جديد عفكة وقتها ابو 25 جديد من جان اوى بتلاتين من جان اوى بتلاتين جنيه يعني تقوم انت والمدام شرب اللي ده غير الحاجة طالع بقى اللي قال 13% ضريبة اه 13% لا فجأة لها لفسك دفع ميج جنيه يجيب لك البتاع اللي هو البوك كده عنده بمشوفه ماتخد اه اللي هو اللي بيتعامل كده ابوص فيه جدا روح اطلت حاجة ااخد بعضي اوامش كبايت اوى ومية الميج جنيه ميج جنيه طب يعني ايه مفع كلاب ده طب ما ناخد نعيش عشتنا يا جماعة ده احنا بلد بتتعرض لمصيبة كارسة انا بلد عندي ازمة عندنا ازمة بالشكل ده شايف الحكومة متجعلة ده ما بتصرحش الشعب يعني شايف الحكومة خايف تصرح الشعب اه انا في حقيقة الامر عندي انا لما كان المهند سبراهيم بحلب موجود الحقيقة قلتله فمرة اطلع صارح الناس وقلهم الحكاية رايح عفينه جاية من دين اه لان اعملتش كده الناس تخيل هو طلع اكتر الناس سقف احلامه كان كبر بعد 30 يونيون طبعا اعايز اقولك ابوح سيسي طباخ شاطر لكن ما عندوه صفر جاية ما عندوه صفر راجي شاطر يقدم انا لسه كنت موجود في منطقة العالمين مطقة الطرق اللي اتعملت جديدة عن الصحراء الغربية وبتاع حقيقي انا راجع من هناك عندي امل انا كنت محبط جدا وانا خارج الصبح رايح هناك تمام وانا راجع عندي امل يهد جبل لو قلت اللي تعالى خش في الجبل ده هيده لك ليه نجع مليان طاقة ايجابية لان شفت حاجة كويس شفت طرق شقة الصحراء الطرق دي على جانبايها خلال سنوات ممكن تعمر ممكن تعمل تنمية زراعية وتعمل تنمية صناعية وتعمل تنمية عبرانية يعني امور كانت تحتاج من الدولة المصرية ومن اجهزة الدولة انها تبرزها للناس